برقية تسكية وتهنئة إلى الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي من قبل رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة بعد فوزه الساحق بالأمانة العامة للأرندي أغدق فيها الرئيس على رئيس ديوانه بأسمع عبارات التقدير والإشادة بوطنية ونزاهة وحكمة الحزب الذي يقوده حيث وصف الرئيس مجرية المؤتمر الاستثنائي بالعملية الديمقراطية تسكية اعتبرها البعض بمثابة رد واضح على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عما سعداني الذي كان يمني نفسه بإسقاط أويحي عبر الصندوق ما من شأنه أن يضعه في حرج كبير خاصة بعد الحملة الشارسة التي قادها ذد أويحي والتي بيّنت المعطيات الحالية أنها بدون تبرير أو تسكية رسمية موقف سيجد أمامه الرجل الثاني في الحزب العتيد نفسه بين خيارين أحلاهما مر إما الاحتذار الرسمي لأحمد أويحي ووقف كافة ألوان التهجم على شخصه وحزبه أو الخروج من الحزب ومغادرة الواجهة السياسية خصوصاً أنها المرة الثانية التي يخرج فيها سعداني عن النص بعد تصريحاته بشأن الصحراء الغربية التي أثارت ضجة سياسية في الداخل والخارج تحليلات تدعمها أيضاً الزوبعة التي أثيرت في الفترة الأخيرة داخل الحزب والتي يرى فيها متتبعون مؤشراً على تغيير وشيك في هيكلة الحزب العتيد